في شقةها الصغيرة في طرابلس تجهد سلمة السورية المتحدرة من مدينة حلب لحبس دموعها حين تتحدث عن أفراد عائلتها وعن أملها بلقاء قريب معهم في أوروبا وتتفقد سلمة هاتفها الذي لا يفارق يدها باستمرار لتتأكد ما إذا كان أحد أولادها الستة الذين هاجروا إلى ألمانيا في مراكب مهربين من ليبيا سيتصل بها ما بقى أمان يعني الضروري أنه يطلعوا الضروري أنه يطلعوا وشوفوا مستقبلهم وغير أني أنا صار عندي مشاكل كثير مشان البنات مش مسألت أنه حلوين أو إشي لا أنت تعرفي هلا أنه البلد يعني ما عد فيه أمان وشبه يعني فارقة لحكاية في ليبيا وتعبر سلمة عن رغبتها في المخاطرة والهجرة على متن مركب لكن أولادها يدعونها إلى الانتظار حتى يحصلوا على أوراقهم القانونية ويطالب بأن تتم دعوتها إلى ألمانيا في إطار عملية لم الشمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر